بص بقى دي الخريطة الاوكرانية كويس وهنا بيشرح لك بالزبط تمركزات القوات بتاعة روسيا الاتحادية تمركزات موسكو هنا بتتحرك القوات تتجه الى دونتسك وتتجه الى لوهانسك اللي هما زي ما قلنا دول الجمهوريتين دي ودي الجمهوريتين اللي اعلنوا استقلالهم عن الجمهورية الاوكرانية ادي روسيا وبعد كده من هنا تبدأ الجمهورية الاوكرانية عندك في الجنوب مولدوفا هنا العاصمة كييف واللي تبقى لبعض التقارير الصحفية بيشار الى انه تم اجراء بعض عمليات القصف عليها هناك دولة اخرى هي بالفعل موالية لروسيا الاتحادية او موالية لموسكو الا وهي بلا روسيا او روسيا البيضاء والمناطق اللي انت شايفها المسلسات اللي انت شايفها دي تمركزات من جيش بلا روسيا الموالي او المتفق او المتحالف ايضا انشئت اختار التسمية اللي انت هتحبها دي التمركزات بتاعت الجيش البلا روسي اللي هو حليف لجيش الروسي او حليف لجيش روسيا الاتحادية من ناحية اخرى هتلاقي انه هنا كمان اتعملت مناورات عسكرية مشتركة ما بين جيش بلا روسيا وما بين الجيش الروسي يعني ما بين جيش روسيا البيضاء وما بين جيش روسيا الاتحادية. أظن أنت شايف شكل التمركزات عمليا هو في حالة شبه سيطرة عسكرية كاملة على الأوضاع في أوكرانيا. تقدر توصف ده بأنه عمليا هي أوكرانيا باتت محاصرة بالقوات الروسية على اختلاف أشكالها وأنواعها من أسلحة مختلفة ومتعددة. ده بالإضافة طبعا إلى أن بيلا روسيا هي حليف أساسي وركيزة أساسية في التحالفات مع روسيا الاتحادية.